أهلاً أهلاً بحضراتكم اختتمت اليوم الخميس فعاليات مهرجان سباق الهجن في مدينة العريش سباق الجمال زي ما احنا عارفين في شمال سيناء احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة وطبعاً ده بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأقيمت خلال الفعاليات مهرجان سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وأيضاً معرض للمنتجات السينوية على هامش السباق زي ما انتم شايفين المنظر أكيد جميل أولاً احنا سعداء جداً بالعريش ويمكن شوفنا مع حضراتكم حتى في شهر رمضان الإفطار الرائع اللي كان على شواطئ العريش والنخيل والجمال وعودة الأمن والأمان شوفوا المنظر والأمن والأمان قد إيه والمنطقة دي على فكرة سباق الجمال أو الهجن زي ما انتم عارفين مشهورة بيها جداً وحاجة جميلة وبديعة وطبعاً يعني أهل العريش بقى نفسهم يعني أهل العريش والبدوي سيناء الجميع الحقيقة في سعادة كبيرة جداً لعودة الحياة مش بس الطبعية ولكن عودة الأنشطة كمان يعني استقافية والفنية والرياضية والناس كلها وزي ما انتم شايفين الناس مبسوطة وسعيدة وحنستغل الفرصة دي كمان هينضم إلينا من العريش زميلنا العزيز كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري ومزيد من التفاصيل وكريم مستعدة بابتسمته وهي واضح إنه شمس العريش يعني عاملة لفحة كده على الوجهة عندك يا كريم مساء الخير يا كريم وكلمنا عن مهرجان الهجن أو الجمال بشمال سيناء وكل سنة وانتم طيبين شعب العريش على البسالة اللي كانوا فيها وانهم عدوا الله اللي دايما دايما أحسن وعايزكم تحية نفسكم تحية كبيرة جدا 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 زي ما انتم شايفين طبعا يعني الجمال دي أولا هي رياضة بنت البيئة نفسها العريش تمتاز بطبيعة خلابة يعني أولا منطقة سيناء كلها الجمال فيها يعني ده تكوين طبيعي لها فطبعا لما يكون فيه سباق الهجن أو السباق الجمال وكمان المتسابقين من أهل العريش بتبع الحقيقة رياضة جميلة ورياضة شبه البيئة بتاعتها ورفعين الأعلام أهو عالم مصر والسباق والأهالي كل من تبص على منطقة أن يعود فيها نشاط رياضي أو ثقافي أو فني أو كل الأنشطة تعرف أنه المنطقة في أمن وأمان كبير جدا أنا سعيدة جدا بهذا العام بأن احنا بنحتفل بكمية الأمن والأمان اللي موجودة في سيناء تحديدا والناس كلها الحقيقة سعيدة للحياة أولا شايفين المنظر قد إيه جميل وقد إيه سباقات حلوة وجميلة والناس كمان عندها سعادة كبيرة أولا المنطقة والطبيعة خلابة العريش تحديدا مش بس فيها الكثبان الرملية الجميلة ولكن كمان فيها النخل والجمال كريم بيعود إلينا كريم من العريش كلمنا يا كريم عن ما يحدث من أنشطة رياضية وسباق الهجن والجمال في العريش وكل سنة وانت طيب تحياتي لك يا شفكي وتحياتي لجميع السادة المشاهدين وكل سنة والشعب المصري كله بخير الحقيقة نعيد تحرير سيناء ما اقتصرش فقط على الاحتفلات العادية والفوليكولورية المتعودين عليها لكن على مدار أيام احتفلت العريش بعودة الأمن والأمان بعودتها لطبيعتها يمكن أهم حاجة حصلت أيام اللي فاتت دي هي مهرجان الهجن مهرجان الهجن اللي رجع للعريش وشمال سيناء بعد انقطاع دم سنين كبيرة جدا جدا قبايل كتيرة شاركت النهاردة أكتر من 500 مشارك من جوى مصر وبرى مصر الحقيقة شاركه في مهرجان الهجن اللي كانت الجوائز بتاعته النهاردة كبيرة جدا سواء كانت مالية أو عينية أو حتى تكريمات بشكل عام الحقيقة أنه العريش رجع التاني مش بس في الافتتاحات المختلفة لكن بنية تحتية بناء الإنسان عودة الحياة طبيعتها مرة تانية اللي احتفالات ما بيتش احتفالات عادية اللي افتتاحات مدارس حاجات في قطاعات مختلفة زي قطاع الصحة على سبيل المثال وقطاع التعليم وغيرها من القطاعات اللي جاهدناها في العريش والشيخ زويد وكمان مش بس كده اختتم النهاردة مهرجان الهجن في الحقيقة بعد القطاع كبير جدا 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 اختتم به معرض مختلف لإحياء التراث السيناوي مرة تانية داخل العريش عشان نرسي رسالة سلام وأمان للعالم جميعا هل بس كده احتفالات سينا الحقيقة لا كمان دلوقتي موجود في حفلة خاصة في واحدة من القرى السياحية داخل العريش لو شفنا كمية الحضور اللي موجودة هنا النهاردة كمية حضور كبيرة جدا 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 شباب وصغار واطفال وعائلات جاوا عشان يشاركوا في الاحتفال النهاردة اللي موجود فيه محمود ياسين التهامي الفنان هيسم نبيل اللي بيغني ورايا دلوقتي ومفاجئة الحفل النهاردة اللي موجود في العريش الكينج محمد منير هيكون كمان موجود اقبار جماهيري كبير جدا 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 داخل العريش والشيخ زويد وشمال سينا تحول ملحوظ على ارض الواقع في كل القطاعات الحقيقة بلا استثناء مش بس كده بجانب اللي في الحياة احنا قعدنا مع الناس وتكلمنا معاهم العريش كلهم عشان كده يمكن احنا نقلنا النهاردة ومبارح نظرة بسيطة كده عن اللي بيان على قاية حال طبعا يعني زي ما احنا سمعينك يا كريم الحماس اللي موجود عند كريم انا مدخلة هذا الحماس المنظر البديع الأنشطة الجمال أصوات الغنائية الجميلة الكنج محمد منير لما يجمع بصوته مصر ويغني المصر دايما كلها غاني محمد منير فيها ريحة مصر طول الوقت فلما يكون محمد منير موجود في العريش بيغني لأعيات سيناء وبيغني للمصريين وبيغني للعريش بأمنها وأمنها هيسم نبيل والشيخ تهامي يعني أكيد الاحتفالات كلها جميلة كل سنة وكلنا طيبين وسيناء بخير في حضن مصر زي ما كتب عنها الخال الأبنودي دايما بإنيها موجودة في حضننا طول الوقت